وفي قراءة جديدة للأولويات وصف رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني محاولات تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأنها لا تقدم ولا تؤخر إذا جرت في مثل الظروف الحالية حيث يعجز ممثل السنة عن تأسيس مشروع قوي يثق به الجمهور وفيما حذر من القطيعة بين الطبقة السياسية والجمهور لأن ذلك سيجري استغلاله بنحو لا أحد يدري كيف سينتهي مستبعدا استقرار العملية السياسية في العراق دون تحول النظام من دولة مكونات إلى دولة مواطنة وأقال أن غياب المشروع السني لن ينتج طبقة سياسية تستطيع إعادة الثقة للمكون وهذا بسبب الزعماء الذين يكون أنفسهم قادرين على قيادة المكون بالانتقال من تحالف إلى آخر